السلام عليكم أيها الثانية ثانوية مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد مرحبا بتلاميذ شعبة الرياضيات شعبة العلوم التجربية وشعبة التقنية الرياضية اليوم إن شاء الله يحين شوفوا التمرين حول الدول التمرين بسيط التمرين تع كتاب المدرسي رقم 16 صفحة 53 السؤال يقول من بين الدول التالية عين دول كثيرة الحدود يعني من بين هذا الدول ورهي الدالة كثير حدود كيفش نبين أن هذا الدالة كثير حدود أو ليست الدالة كثير حدود نبدأ بالدالة الأولى إذ هي أفل إكس يساوي إكس مربع زائد ثلاثة في إكس ناقص ثنين مباشرة نروح ننشرها نروح ننشرها ونشوف أسكرة مكتوبة من الشكل اللي ذكرناها في الفيديو السابق قلنا كل دالة كثير حدود رهي معرفة الشرط الأول لازم تكون معرفة على أ لازم دالة أفت معرفة على أ وعبارتها تكتب من هذا الشكل آن إكس أس آن زائد آن ناقص واحد إكس أس آن ناقص واحد إلى غاية آ واحد إكس زائد آ سفر إذا تحقوا لهذا الشرطين نقول أن الدالة تاعي رهي كثير حدود شوفوا المثال الأول الدالة أفلي إكس تساوي إكس مربع زائد ثلاثة في إكس ناقص ثنين هل هذه الدالة هي كثير حدود أم لا ننشرها إكس مربع في إكس تولي إكس أس ثلاثة زائد ناقص عفوا ناقص ثنين إكس مربع زائد ثلاثة إكس زائد ثلاثة في ناقص ثين تعطي لي ناقص ستة تساوي رهي مرتبة إذن الدالة تاعي إكس أس ثلاثة ناقص ثنين إكس مربع زائد ثلاثة إكس ناقص ستة هذا الدالة رهي معرفة على أغ يعني دئ أفتاعي رهي معرفة على أغ أسكرا يمكنك توبه من هذا الشكل آس أن آن في إكس أس أن نعم عندنا المعامل أو المعامل الواحد إكس أس ثلاثة ناقص ثنين إكس مربع كل ما تمقص الدرجة تاعي زائد ثلاثة إكس ناقص ستة هذا دالة إذن هي دالة كثير حدود إذن أفلي إكس هي دالة كثير حدود معرفة على أغ الشرط الأول تحقق والشرط الثاني تحقق عندها نفس الكتابة مع العبارة أفلي إكس نحن نتقل إلى المثال الثاني مثال ثاني يقول أفلي إكس تساوي جذر إكس زائد واحد كل مربع ناقص اثنين هذا دالة أسكية دالة كثير حدود أم لا ننشرها واش تعطي لي جذر إكس مربع هذه متطابقة شهيرة رقم واحد زائد واحد مربع زائد اثنين في جذر إكس في واحد لما نكتبها ناقص هذا اثنين تساوي لي إكس جذر مربع تتعطي لي إكس زائد واحد مربع لي هي واحد زائد اثنين جذر إكس ناقص ثنين تساوي إكس زائد اثنين جذر إكس ثني واحد ناقص ثنين تعطي لي ناقص واحد أفلي إكس هنا عندي دالة الجذر التربيعي دالة الجذر التربيعي معرفة على سفر زائد ما لنهاية إذن هذا الدالة FDF ينتمي إلى المجال سفر زائد ما لنهاية يعني مجموعة تعريف تحارة هي سفر زائد ما لنهاية إذن ليس بكثير حدود الشرط الأول لم يتحقق لا تنتمي إلى أغ وغير مكتوبة من هذا الشكل لأن هنا عندي الأعداد الحقيقية مضروبة في الإكسات ماشي في الجذر إكس هنا عندي دالة الجذر التربيعي زائد إكس ناقص واحد نقدر نقول أنه عندي دالة ألفية زائد دالة الجذر التربيعي إذن الدالة تعنا DF ليس كثير حدود لأن هنا عندي جذر إكس ومجال تعريف ماشي أغ رهي من سفر زائد ما نهاية أنه من جماعة تعريف تعالى الجذر التربيعي معارفة من سفر إلى زائد ما نهاية أنه ما بداخل جذر ما لازمش يكون سالب ننتقل إلى المثال الثالث المثال الثالث نحلو هنا F لإكس يساوي خمسة إكس وستلاثة زائد عشرة إكس على إكس مربع زائد ثنين هنا عندي دالة على دالة هذا الدالة من جموعة تعريفها واش نجد أن نعرف في المقامات لازم يكون عندي إكس مربع زائد ثنين اللي يختلف عن السفر يعني المقام تاعي ما لازمش يكون يساوي السفر إذا كان لا يساوي السفر نقدر نكتب الدالة تاعي من هذا الشكل يعني هنا ناخذ إكس كعامل مشترك في البسط يبقى لي خمسة إكس ناخذ ثنين إكس ناخذ خمسة إكس عفوا خمسة إكس كعامل مشترك خمسة إكس ناخذ خمسة إكس يبقى لي إكس مربع زائد ثنين إكس على إكس مربع زائد ثنين هناك نعود ننشرها خمسة في خمسة في واحد يعني تولي لي خمسة إكس في إكس تولي لي ثلاثة يعني تولي لي خمسة إكس وثلاثة زائد ثنين إكس خمسة في ثنين تساوي عشرة إكس في إكس هي إكس مربع زائد ثنين عفوا هنا ما شيف الإكس عفوا ويساوي لي هنا نختزل إكس مربع زائد ثنين مع إكس مربع زائد ثنين تولي لي الدالة تاعي خمسة إكس إذن هذا الدالة رهي معرفة على R هنا عندي أكبر درجة هي درجة 1 يعني 5X رهي مكتوبة من الشكل F-L-X-A-N حيث ال-N-N تعي يساوي لي 1 والمعامل A هو 5 إذن الدالة F-L-X كثير حدود من الدرجة درجة عشحل 1 من الدرجة الأولى نحن نشوف المثال الأخير وهو 2X مربع نكسبوه هنا وهو 2F-L-X ساوي 2 cos مربع X زائد سينوس مربع X زائد 1 هذا الدالة هل هي كثير حدود أم لا عندي في دواء المثلثية عندي العلاقة cos مربع X زائد سينوس مربع X تساوي للواحد عندي هذا العلاقة هذه لازم تحفظها العلاقة المثلثية هذه لازم نحفظها الآن نرح نطبق هذه العبارة هنا ناخذ إما هذا X مربع ولا سينوس مربع ناخذ cos أحسن لأننا عندي سينوس باش نقدر نختزل بينته من هذه العبارة cos مربع X وش يساوي يساوي لي واحد هذه كنا نرجع هذه الطرف الآخر ناقص سينوس مربع X إذن نروح نعوض هذه العبارة في العبارة في الدالة تعنا F الدالة F وش تولي تساوي F لX تولي تساوي ثنين هذه الثنين نخليها كما راي cos مربع X اللي هي واحد ناقص سينوس مربع نفتح قوس نكتب واحد ناقص سينوس مربع X نغلق القوس زائد سينوس مربع X زائد هذا الواحد وش تساوي ننشر ثنين تولي لثنين ناقص ثنين سينوس مربع X زائد سينوس مربع X زائد واحد نحاول نبسطها ثنين زائد واحد تولي لثلاثة ناقص ثنين زائد هذا الواحد اللي هنا تولي لناقص واحد نعني ناقص سينوس مربع X إذن الدالة تعيولت لي ثلاثة ناقص سينوس مربع X هل هذا الدالة هي الدالة كثير حدود هذا الدلة معرفة على A الدواء المثلثية كلها معرفة على A والدلة ثلاثة ناقص سينس مربع X هل هي دلة كثير حدود ليست بدلة كثير حدود هنا عندي دلة مثلثية سينس مربع X ناقص ثلاثة إذن هذا الدلة الدلة F ليست كثير حدود عندي دلة زائد عدد حقيقي هذا الدلة ليست بكثير حدود إذن هكذا نتعرف على دواء كثير حدود يعني إذا كان عندي دلة يقولي أسكد دلة هي كثير حدود أم لا أول حاجة نحاول نبسطها لأنه ممكن يعطيلي دلة هي تكون كثير حدود لكن من النظر الأولى نشوفها أنها ليست بدلة كثير حدود كما هذا المثال لكن كيف بسطها ولتلي دلة كثير حدود أول حاجة ندرها إذا كان النشر نحاول ننشر إذا كان الإختزال نختازل من بعد نتأكد أن الدلة تاعي أسكي دلة كثير حدود أم ليست دلة كثير حدود إلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو نتمنى إن شاء الله تكونوا فهمتوا معي نلتقي إن شاء الله مع تمارينات أخرى لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد شكرا موسيقى